بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فألم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا نجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وإن لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آبانهم في كهف سنين عددا ثم باعثنا ثم باعثنا ظم لنعلم أن يرى الحزبين أحصى لما نبثوا أمدا نحن نقص عليك نباغهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إلا شططا هؤلاء قوم نتخذوا من دونه لذي آلهة لولا يأتون عليهم بسلقان بير فمن أعلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأقو إلى الكهف ينسر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا ضربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فلوة منه ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله فهو المهتز ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقوا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما نبثتم قالوا لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما قالوا لبثم قالوا لبثم قالوا لبثم فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولم تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق قالوا أن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كيبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل بلا تماري فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولني شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعى قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمنوا ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يباطوا بماء كريمه ليشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويربسون ثيابا خضرا من سندس وإستمرق ويربسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق يحلون فيها من متكئين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسونة مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعنار وحففناهما بنخل واجعلنا بينهما زرعا إلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمن فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل من كماله وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نمات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون المزينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعذا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا غيلتنا ويقولون يا غيلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ويقولون يا غيلتنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بذلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجربون النار فغنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ويجادل ليدحضوا به الحق واتخلوا آياته وما أنذروا هزوا ومن أعلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دون جيمه إلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمجلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أذرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا بلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا بلغ مجمع 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 البحر سربا فارتدى على آفائه ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا من طلقا حتى إذا ركبا في السفينة قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قالوا من طلقا حتى إذا لقيا هلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفسي 117. لقد جئت شيئا مكرا 118. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا 119. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا 110. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها 111. فأبوا أن يضيفوهما فأجذى فيها جذارا يريد أن ينقض فأقامه 112. قال لو شئت لتخلت عليه أجرا 113. قال هذا فراق بيني وبينك 114. سأنبئك بتأويل ما لن تستطع عليه صبرا 115. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر 115. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وصبا 116. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 117. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما 118. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة 119. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا 110. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة 111. وما فعلته عن أمري 111. وما فعلته عن أمري ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تضرب في عين حمئة ووجد اندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء من الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا ثم أتبعوا على قوم لن نجعل لهم من دونها سترا ثم أتبعوا على قوم لن نجعل لهم من دونها سببا ثم أتبعوا على قوم لن نجعل لهم من دونها سببا ثم أتبعوا على قوم لن نجعل لهم من دونها سببا ثم أتبعوا على قوم لن نجعل لهم من لا يكادون يفقهون قولا ثم أتبعوا على قوم لن نجعل لهم من دونها سببا ثم أتبعوا على قوم لن نجعل لهم من دونها سببا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رغما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يوهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ لي كافرين عرضا الذين كانت أعينهم في رقاء عن ذكره وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتذنا جهنم للكافرين نزولا قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا هل منبئكم بالأخسرين نزولا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا